أمر إلهي عظيم رسمت شعائره يد السماء المباركة ليصاغ العقد في السماء وتزدان الأرض ببهجة وسرور وبدأت القصة من الأحداث التاريخية المهمة التي سجلت لأهميتها في السماوات وفي تاريخ السماوات قبل تأريخ أهل الأرض ذلك الحدث المهم هو زواج علي من فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما خلاصة الآمر هكذا يذكر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما ذهب إلى المدينة في السنة الثانية من المدينة صار عمر فاطمة صلوات الله عليها دخلت في العاشرة كانت تسع سنوات دخلت في سن العاشرة تقريبا في السنة الثانية من الهجرة السيدة الزهراء صلوات الله عليها لما لها من جلال ومقام عند الله تبارك وتعالى شاع صيتها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله نبي الإسلام ورئيس ذلك الزمان في الجزيرة العربية لما ذهب إلى المدينة وشكل حكومة رئيس تلك الحكومة كان رسول الله صلى الله عليه وآله والكل كان يطمع أن يتقرب من هذا الرسول والنبي والملك الذي هو عزيز عند الله وعزيز عند الناس عندما نتحدث عن زواج سيدين الإمام علي عليه السلام ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها يجدر بنا وينبغي وربما يتعين علينا أن لا ننظر إلى زواجهما باعتباره كأي زواج يكون بين أي من رجل وامرأة يتقدمان لبناء هذا البيت السعيد الأيام التي جرت والسنوات التي تشرفت بأنها سنوات رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة حملت معها أمر السماء بمقدماته ومقتضياته وكان من مقتضياته ومقدماته كثرة من تقدم للزواج الأعظم جهلا أو تجاهلا بسر القصة وصاحب القضية عندما نقرأ في تاريخ المسلمين نجد أن أشخاصا حاولوا أن يتشرفوا بالانتساب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال مصاهرته فجاء أبو بكر وخطب فاطمة ورده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكرر المحاولات وفي كل مرة يبوء بالفشل ويرده صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك دفع أبو بكر عمر ابن الخطاب لكي يخطب السيدة الزهراء سلام الله عليها ورده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقال في كلام له صلى الله عليه وآله كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي من هذه الجهة تقدم لفاطمة عليه الصلاة والسلام من أكابر العربي وأشرافها الكثير من المهاجرين والأنصار منهم على سبيل المثال ما يذكر أن أبا باكر تقدم إلى طلب الزواج من فاطمة صلى الله عليه وآله وسلم رغم صغر سنها وكبر الرجل لكن طمع في القرب من رسول الله فرده رسول الله أن أمر فاطمة بيد الله لا بيد نعم فجاء عمر فخطب فاطمة فقال إن أمرها بيد الله لا بيدي جاء وجاء وجاء شباب من المهاجرين من الأنصار من غيرهم ويبدو أن المحاولة تكررت أكثر من مرة وفي كل مرة يرده فردهما معا ولم يقبلهما وعندما ألحى عليه حتى أن إلحاحهما قد جعله يتأذى جعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى من شدة ذلك الإلحاح عند ذلك قال لهم إن أمرها أو أمر زواجها هو من عند الله كثيرون أرادوا أن يتقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طمعا أو غير طمع وما كان مع ذلك إلا لإسرال النبوي بيانا واضحا للقاصي والداني بأن الأمر أمر السماء طيل حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال أمرها بيد الله فمن جاءني من دون إذن الله أشكوه إلى الله لتأذوني لتكر لأن بعض الرجال كان يكرر المجيء يعني يجي أول مرة النبي صلى الله عليه وآله قال أمرها بيد الله ثم يأتي مرة ثانية ثم يأتي مرة ثالث يأتي بكل وقاحة فقال من جاءني ويكرر المجيء أشكوه إلى الله فاطمة أمرها بيد الله لا بيدي لتتكلمون هذا الكلام لتأذوني الله هو الذي يأمر بمثل ذلك الزواج هو الذي يأذن بمثل ذلك الزواج وفي هذا الكلام دلالة كبرى وعظيمة أمر زواجها إذن ليس بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو بإذن من الله فإذن هناك إرادة إلهية في أن يتزوج الإمام علي عليه السلام من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بما لذلك من تأثير على التكوين على النظام الكوني بكله وعلى الوجود برمته وفي قبالة من تقدم كان القبول والإيجاب الإلهي إلهاما من السماء بأن علي هو كفء الزهراء صلوات الله عليهما وإذا يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا في بيت أم سلم وإذا برسل السماء تنزل من عند الله تبارك وتعالى ملك نقل في الروايات اسمه سيطائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بيده عمود من أعمدة العرش مسؤول على أعمدة واحد من أعمدة وأركان العرش سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وبشره بأن الله عز وجل قد جمع ملائكة السماوات العلى والسماوات السفلى في السماء الرابعة ونصب منبرا وأمر جبرائيل أن يصعد المنبار وأمر راحيل وأمر راحيل من الملائكة الكبار أن يصعد المنبار وأن يخطب خطبة وأن يتكلم وأن يقرأ العقد بين علي وفاطمة في السماء وبعد في الأرض كل شيء ما صاير كل شيء ما صاير في الأرض هذا ما حدث في السماء وجاء هذا الملك وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فجاء بعده جبرائيل وقال هذا جبرائيل على أثري جبرائيل أمدا يجي ورايه فجاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور قال من من من؟ قال فاطمة من علي زوج فاطمة من علي فما أتم جبرائيل كلامه وما صعد إلى السماء إلا وباب رسول الله يطرق فقال يا أم سلم قمي وافتح الباب قالت من؟ قال يا أم سلم حبيبي وأحب الخلق إلي قالت من؟ قال علي بن أبي طالب فتحت وإذا علي بن أبي طالب قالت انتظرت إلى أن دخلت في الخدر فدخل علي صلوات الله وسلامه عليه ها هنا النقطة المهمة أن بعض الناس حبا بعلي قال لعلي أن رسول الله ينتظر إذا أنت تذهب ومكانتك من رسول الله ومحبتك من رسول الله يعطيك فاطمة وصدقوا في ذلك بعض الناس لكن بعض الناس أرادوا أن يجربوا قالوا كما طردنا رسول الله تلك الطرد وقال أخرجوا أمرها بيد الله خليش ما يا علي بن أبي طالب يم يتخجل تصوروا هذا التصور ولكن قالوا يا علي اذهب وجرى ما جرى حتى ذلك الصباح الذي أشرقت به شمس علي سلام الله عليه كعادة كل صباح يشرق فيه وجه علي أتى متقدما تحدوه الملالكة وتحفه البر إلى بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فكان ما كان فجاء علي طرق الباب دخل وجلس يطرق برأسه إلى الأرض في حالة حياء وخجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل حاجة لك تقضى يا علي التجايل حاجة صحيح؟ قال نعم قال حاجتك تقضى تفضل مع المقدمة يا رسول الله تعلم مكانتي منك أنت الذي أخذتني من عمك أبي طالب أنت ربيتني أنت غذيتني أنت أعطيتني أنت وأنت وأنت كل وجودي منك يا رسول الله وأنا الآن باصطلاحنا ألقيت رحلي بفنائك أنا الآن جاي عندك نازل تفضل يا علي قال يا رسول الله تعلم السنين مضيت وأنا الآن باصطلاحنا 23 سنة عمر أمير المؤمنين كان بلغت مبلغ الشباب يعني علي ابن أبي طالب وجئت إليك أخطب منك فاطمة أن الإمام علي عليه السلام جاء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاطبا ابنته فاطمة لكنه كان مستحيا كله حياء كله احترام كله أدب بين يدي أخيه وحبيبه وأستاذه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك ذكر رغبته وتشرفه بأن يكون فقط ثم بعد ذلك ذكر رغبته في أن يتزوج من سيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام وسر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لذلك سرورا عظيما وأذن له ووافقه على طلبه في مرويات التاريخ نجد أن هناك أحاديث مباركة شريفة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أذن بذلك الزواج وهناك تفاصيل في أحاديث أخرى من ضمنها على سبيل المثال أن ملكا من الملائكة جاء لكي يبشر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أذن بذلك الزواج هناك مرويات أن الجنان قد تزينت أن الحور قد تجمل القبول الإلهي ترجم إلى رضا نبوي عسموي على هذا الأمر فكان ما كان بين خير الأنام على الرحب والسع يا علي فهذا جبرئيل قبل ما تجي أخبرني أن الله أمرني أن أزوج النور من النور وأن الله في السماء زوج النور من النور قال قلت يا جبرئيل من 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 قال فاطمة من علي وها أنت جئت على الرحب والسع فزواجك بأمر الله تبارك وتعالى ما عندك يا علي الدرع السيف الناضح البعير اللي يسقون بالمي ذاك اليوم ما كان لول ما كان مجاري ما كان المياه تصل يرحون يجيبون مي يجيون يسمونه ناضح هذا البعير اللي يجيبون مي به قال أما الناضح تحتاجه تجيب مي إليك وعيالك وإهلك وأما السيف تحتاجه يا علي أما الدرع أنت ما تحتاجه يحتاج الدرع اللي يخاف ينضرب وعليه بن أبي طالب ما يخاف هذا الدرع إن شاء الله ما تحتاجه تقدر تبيع يا علي ويكون هو الماهر ثم نادى بلال بلال لبيك يا رسول الله قال اذهب ونادي بالناس الاجتماع ذهب ونادى الصلاة جامعة شعار اجتمعوا اجتمع الناس فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر وقال إن جبرائيل أتاني من العليم الخبير يأمرني أن أزوج النور من النور وأن أزوج علي من فاطمة فاطمة من علي العقد السماوي كانت من مقتضياته البركة في كل شيء فكان خير مثال للزواج المبارك عقدا وأشخاص ومهر قم يا علي واخطب لنفسك فقام علي فحمد الله وأثنى عليه وقال بعد أثنى على الله تبارك وتعالى وذكر بعض مآثري رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوجني فاطمة بمهر هي الدرع عندي درع زائدة هذه مهر فسألوا رسول الله عن ذلك قالوا يا رسول الله زوجت علي من فاطمة بمهر هو الدرع قال لبل أنا أنا زوجت بالدرع فصار وحصل العاقد هناك وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله واستمشر فرحا لأنه أدى ما أمره الله تبارك وتعالى تزينت السماء وازدانت الجنان لذلك النبأ العظيم النبأ الجامع بين النورين إذ قصة الزواج المبارك قيل حتى أن الله عز وجل أمر الحور العين تتزين أمر الجنان أن يزينوها أمر الله عز وجل شجرة طوبة أن تنثر شيخ البهاء رحمه الله قيل أنه وجد حجر أحمر مكتوب عليه أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد الصبطين كنت أصفى من اللجين بياض صبغتني دماء نحر الحسين يقال هذا من نثار شجرة طوبة واحد منها بأمر الله ألقي في الأرض هكذا وجدوا المطلب في بعض الكتب هناك مرويات كثيرة وعديدة في هذا المضمار نستخلص من كلها أن أمر زواج علي بفاطمة كان أمرا يتخطى حدود الزمان الأرضي والمكان الأرضي إلى ما هو أعلى وأسمى وإلى مخلوقات أخرى كالملائكة والحور العين أو من كان لهم شأن عظيم في ملكوت الله سبحانه وتعالى حلت بركات من تأثير على التكوين على النظام الكوني بكله وعلى الوجود برمته الزواج المبارك هذا جاء مقدمة لجملة من النتائج إذ ارتسمت البهجة وتغير مسار الكون ونسل محمد صلى الله عليه وآله نسبا وسببا خط لا ينقطع ومعين لا ينضب ودعا لهما في تلك الليل ليلة الزفاف أن يرزقهم الله ذرية صالحة طيبة فكان كما دعا رسول الله رزقهما بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ومن الحسن والحسين الذرية الكثيرة الطيبة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها من أسمائها المباركة ذريتها مباركة الآن ملايين من السادة من ذرية فاطمة وعلي صلوات الله عليهما قد ملأوا آفاق الأرض شرقا وغربا نتاج هذا الزواج الذرية المباركة بالمناسبة يقول الفخر الرازي في تفسير سورة الكوثر أن بعض المفسرين قالوا الكوثر فاطمة ثم قال كيف لا تكون كوثر فاطمة كيف لا تكون كوثر ومنها الباقر والصادق والكاظم والرضا كيف لا تكون كوثر علماء آل محمد منها صلوات الله وسلامه عليها هذه فاطمة وهذا أمير المؤمنين اقترنا فمن علي ابتداء ومن فاطمة فاطمة حجة الله علي حجة الله علي إمام المسلمين فاطمة الوسيط بين النبوة والإمامة برزخ بين النبوة والإمامة ومنهما بقية المعصومين 14 مع صمعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وذرية فاطمة صلوات الله وعلي صلوات الله عليهما الحسن والحسين وذرية حسين التسعة 11 من علي وفاطمة أئمة كان سيدنا علي ومولاتنا زهراء كلاهما يبنيان بيتا للسعادة بيتا للقرب من الله سبحانه وتعالى بيتا ليكون هذا البيت هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى بإرادة إلهية منه واستحقاق من أهله أن يكون أهله المطهرين يطهرهم تطهيرا يذهب عنهم الرجس ويكون هم الأبرار الذين يكونون في أعلى عليين وكتابهم في أعلى عليين دروس كثيرة تأخذ من هذا الإقتران العظيم حتى بات مدعاة فخر لكل متبع لسنة التزويج بهذه الطريقة هناك أدلة نستفيدها من زواج سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام من تلك الأدلة التي نستفيدها ونحتاجها الإنسان بحقيقته وبتكوينه ما هي علاقته بربه وكيف يتعاطى هذا الإنسان المخلوق لله الذي هو عبد لله محب لله عابد ذائب في الله كيف يتعاطى مع الأنس الذي يجعله الله له من نفسه خلقه من نفسه خلقكم من نفس واحدة وبث منها زوجها فإذا كيف يكون ذلك السكن ما هي حدود العلاقة بين الإنسان وربه وكيف لا تتأثر هذه العلاقة بدخول شخص إلى عالم هذا الإنسان كزوج يكون معه يشاركه ويشاطره الحب والمودة وكذلك يبني معه أسرة وتكون بينهم الألفة والمحبة ولا يؤثر كل ذلك إلا تأثيرا إيجابيا في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى إذن ينفتح أمامنا أفق معرفي من خلال الزواج كيف لنا أن نستفيد من الزواج مساهما في القرب من الله سبحانه وتعالى وليس مبعدا عن لقاء الله سبحانه وتعالى جعلهم الله أئمة على الخلق والقرآن يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا جعلناهم أئمة لما صبروا فاطمة وعلي صبروا فجعل الله منهم الأئمة والذرية والهداة الطيبة الطاهرة وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر الذي بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم أئمة هذه الأمة الذين قال الله عز وجل فيهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم هم علي وفاطمه الأئمة منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أول ما خلق خلقا كان ذلك الخلق هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونور علي ونور فاطمة سلام الله عليهما ونور ولديهما الحسن والحسين عليهما السلام من هنا تنطلق معرفتنا لعلي ومن هنا تنطلق معرفتنا لفاطمة ومن هنا نفهم حقيقة الاقتران في هذا الزواج ما بين علي والزهراء سلام الله عليهما زواج النورين سلام الله عليهما أضحى مضرب مثل لقدوة النساء وقدوة الرجال وهنيئا لمن اعتبر بل علينا أن نعرف علي من هو فاطمة من هي وعلي ما هو وفاطمة ما هي فأن نعرف حقيقة علي وحقيقة فاطمة بمقدار ما يتاح لنا من فهم بشري وإلا علي عليه السلام ما عرفه المعرفة التامة الكاملة إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد الله سبحانه وتعالى يا علي ما عرفك إلا الله وأنا فعلي من هو ثم علي ما هو ما هي حقيقة هذا التكوين الذي كونه ربنا سبحانه وتعالى وجعل له هذه المكان في كونه الكبير الاقتران العظيم هذا دولته أقلام العرش عن الألسن العسموية فإذا بالروايات تشير إلى بركة هذا الزواج وعظم قدره على الله تعالى والمؤمنين وبهذا يمكن لنا أن نتعرف شيئا من حقيقتيهما عندما نعود إلى الأحاديث الشريفة المباركة التي ذكرت وأكدت أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلقا كان ذلك الخلق هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونور علي ونور فاطمة سلام الله عليهما ونور ولديهما الحسن والحسين عليهما السلام ونور وهنا أهل أهل البيت ويطهركم تطهيرا فعلي هو النور وفاطمة هي النور والله عز وجل أجر العقد أولا في السماء جبرائيل بعد ذلك أشهد الملائكة ورسول الله أشهد المسلمون في الأرض على زواجهما هذا زواج علي من فاطمة ثم الدرع بيعه بقرابة خمسمائة درهم واشتري به جهاز لبيت فاطمة الجهاز وما أدراك ما ذلك الجهاز المتواضع بيت فيه كوز وفيه كأس من خزف و كوز من خزف وبعض الأمور البسيطة اللي كانت موجودة في ذلك اليوم من سرير سرير ما هو السرير السرير أخذ من عود السعف سعف يأخذوا يسووا سرير والليف ليف يسووا بإصطلاحنا مساند مخاد ودوشك من ليف والبيت فورش بالرمل والتراب بيتهم متواضع فورش بالرمل هو الأشياء المتواضع جدا ذلك الزواج الذي رضيه الله تبارك وتعالى هذا زواج واقتران النورين بأمر من الله في السماء كان ثم في الأرض موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة